لماذا لا تخوض إيران الحرب بالنيابة؟ لجان ذباب ألكترونية للاستخبارات الإسرائيلية ديمقراطية الغرب عوراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيران لن تخوض الحرب نيابة عن أي شعب آخر وعداؤها مع هذا النظام الصهيوني مستمر حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر قبل أيام وتعرفون هناك إثارات وأسئلة كثيرة يطرحها المحور المعادي لمحور المقاومة وخصوصا المحور المطبع والمرتبط والمتواطئ بشكل أساسي مع الكيان الصهيوني سواء في اتفاقات تطبيع مباشرة أو ما يسمى باتفاقات سلام أو الدول التي لا تريد أساسا على الإطلاق أن تنخلط في محور المقاومة أو تشارك في موضوع فلسطين أو تلك الدول التي يريحها ما يجري الآن في فلسطين لأسباب بعضها له علاقة بإطائفي وبعضها عنصري وبعضها أيضا لتبرير الفشل والتقاعس في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بعض هذه الدول علانية يتحدث حلفاؤهم مثل الولايات المتحدة الأمريكية عن أن هذه الدول التي تزعم على الأقل في وسائل الإعلام وعبر بعض الأنشطة الدبلوماسية أنها تعمل على وقف هذه المجازر التي ترتكب في فلسطين ولنقولها بصراحة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تقول أنها الآن أوقفت التطبيع أوقفت أو علقت التطبيع مع الكياد الصهيوني وهم بالمناسبة في وسائل إعلامهم في محلليهم السياسيين من يطلعون يخرجون يرفضون أن يصفهم أحد بأنهم كانوا يريدون التطبيع في تصريح الأمير محمد بن سلمان الشهير لفوكس نيوز وقال كل شيء جاهز على الطاولة ومستعدين لأتمام صفقة التوقيع على ما يسمونها باتفاقات سلام يقولون نحن لا نطبع مع الكياد الصهيوني نحن نريد اتفاق سلام وفق حل الدولتين وفق المبادرة العربية التي تبنتها المملكة العربية السعودية وطرحتها في قمة 2002 في بيروت وتبنتها الجامعة العربية والدول العربية الأخرى وبالمناسبة قرارات القبر غير ملزمة لأن بعض الذباب الألكتروني أو من تأثر بالذباب الألكتروني يتحدث عن العراق يقول العراق أيضا وافق على في قمة 2002 على حل الدولتين فإذن من هذا الباب يجب أن لا نمضي قدما في دعم القضية الفلسطينية فهؤلاء يقولون أنه يعني الأمير محمد بن سلمان أوقف هذا المشروع ويرفضون تسميته بالتطبيع ومعرف شنو التطبيع يعني التطبيع يختلف مع التوقيع على اتفاق السلام ما يسمى بالسلام فس نقول نيجي نيجي إحنا إلى بعض المسؤولين الأمريكيين دينيس روز كوشنير وزير الدفاع المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي قالوها صراحة أن هناك دول عربية وبعضهم ذكر السعودية بالاسم مثل كوشنير كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي السابق ترامب وصهرة وزار السعودية قبل أيام ولديه صفقات تجارية وعمل كبير اقتصادي وتجاري مع المملكة العربية السعودية وسووا مقابلات وهو في المملكة العربية السعودية تحدث أدان الفلسطينيين أدان الفلسطينيين وأيد قتلهم في غزة لكن بعد عودته مباشرة في مقابلة مع قناة سي أن أن قال بأن المملكة العربية السعودية أو السعوديون هكذا قال إنهم غاضبون مما فعلته حماس مما فعلته حماس في سبع أكتوبر وهم ينتظرون من إسرائيل على استخدام اصطلاحاته أن تكمل المهمة تكمل المهمة بالقضاء على حماس وأكد أن المملكة العربية السعودية أو السعوديون هكذا كما يقول جاهزون لإتمام الصفقة صفقة التطبيع استخدم كلمة التطبيع مع الكيان الصهيوني طيب كل هذا يجري وقلت لكم في المحور في الحلقة السابقة عن أن الأنظمة العربية المطبعة هي التي تمول آلة الحرب العدوانية في غزة عن طريق شرائها الأسلحة من هذا الكيان ودعم مجتمعه أو مجمعه الصناعي العسكري دول عربية وأخيرا تحدثت صحف مثل بلومبيرغ المشهورة عن أن المملكة العربية السعودية اعترضت قلنا سابقا نقلا عن شبكة تلفزيون عبرية اليوم أيضا تجي هذه بلومبيرغ وتؤكد أن المملكة العربية السعودية اعترضت على الأقل يقولون صاروخا وجهه أنصار الله إلى الكيان الصهيوني وبينما سلطنة عمان أغلقت مجالها الجوي مع الأسف سلطنة عمان أيضا فتحت قبل أشهر مجالها الجوي للكيان الصهيوني كما فعلت السعودية وشركات العال وشهيد ناقل الوطني بين قوسيا للكيان الصهيوني تمروا عبر الأجواء السعودية وعبر الأجواء العمانية وعبر أجواء أخرى في المنطقة مثل الأردن عمان أوقفت أو أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات بين قوسيا الإسرائيلية لماذا لا تدخلوا إيران في الحرب مع الكيان الصهيوني لماذا لماذا لا يدخلوا حزب الله في الحرب مباشرة والحزب الله شنو جاي وزعوا رود لو أحكي لكم وقلت لكم في اللقاء السابق والآن جتني أنا معلومات لكن لا أستطيع أن أذكر الأرقام لأنها في تزايد عن حجم الخسائر في صفوف القوات بين قوسيا الإسرائيلية بالأفراد والمدرعات 250 ألف مستوطن إسرائيلي هربوا نزحوا من شمال فلسطين المدن دمرت بالكامل هناك حزب الله مصورها بس حزب الله لا يريد أن ينشرها لأن الإعلام يستفيد من هذا الآن في هذا الوقت بالذات حتى يبرر المقولة أن هذه الحرب بين قوسيا إسرائيل وإيران وما يسمى بوكلائها وبعيدا عن موضوع الجوار الجغرافي وموضوع الطابور الخامس وأن إيران يجب إذا تريد أن تشارك في الحرب مباشرة وتنخرط في الحرب مباشرة طبعا يجب أن يكون هؤلاء تهيئة لظروف كثيرة منها أنه هي الكوة الكيادة الصهيئة والولايات المتحدة وهذا الغرب الذي يدعمها يشنون حربا على إيران وهي المعادلة هكذا بس إيران تذبح بقطنة والقطنة من بينه إيران قاعد تدعم ومنخرطة بشكل أساس في هذه الحرب منخرطة أقول لكن مع ذلك جاءت صحيفة يقولون يعني في النقل في وسائل الإعلام أنها مقربة من المرشد آية الله القائد يعني السيد القائد آية الله علي خامن استخدام اصطلاحهم لأن القائد يعين ممثلا لها في مؤسستها إجت هذه الصحيفة وجاوبت بصراحة وجواب صحيح بس أنت تتفق أو ما تتفق هذا الأمر متروك إليك الصحيفة تقول إيران لن تخوض الحرب نيابة عن أي شعب آخر ليش؟ شير كلمة النيابة إيران إيران تخوض الحرب لأن تخوضها بالأصالة إيران ليست وكيلة لأحد إيران لا تشتغل عند أحد وتذكر اللطيفة هما يجون الكلام هذا كل يحرفوه وش يقولون تحريف تحريف طبعا ينقلون عن من يفسر كلام الكيهان من المحور المقاومة كيهان تقولهم يا أبي إحنا مو مثل ذو لكن اللي قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لا تدون القاتل تعالوا نقاتل مع بعض صحيفة كيهان إيران تعلنها أنها لا تخوض أي حرب خارج أراضيها ودورها هو تحريض الأمم وليس الحرب معها هذا كذب هذا العنوان كذب وهذا من أمثال الكثير من وسائل الإعلام العربية روجت لها لا الصحيفة قالت أن الثورة الإسلامية يقوم خطابها على تعزيز صحوة الأمم وتقويتها وهذا الخطاب يدعم ويقوي كل شعب المظلوم المضطهد لديه الإرادة في التحرر لكنها لا تقاتل بالنيابة بالنيابة لا تقاتل ولا يقاتل أحد عنها بالنيابة هذا التحالف هذا التحالف والتحالف سواء كان مع مسلمين أو غير مسلمين وتعرفون جيدا أحبائي إيران ملزمة وفق الدستور الإيراني في المادة 154 بتقديم الدعم لكل المستضعفين في العالم وفق المادة قلت لكم 154 تقول المادة الحكومة الجمهورية الإسلامية من حق اللي يجعل هذا 154 عفوا تقول المادة خل أطلحها لكم أن إيران ملزمة براحة المادة دستور الجمهورية الإسلامية المادة بس أكتب دستور الجمهورية الإسلامية المادة 154 شوف إيش تطلع لك مادة تلزم إيران إلزاما كاملا بدعم القضية الفلسطينية وباقي قضايا المستضعفين في العالم هسا أنا رح أخليها خلفي المادة حتى لا أطيل عليكم وهذه المادة هي واضحة وصريحة جدا عذرا على الإطالة حتى نكون موثقين أتحدث ب تقول المادة 154 تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان أي إنسان في المجتمع البشري كله تعتبره مثلها مثلها الأعلى وتعتبر الاستقلال والحرية وسيادة القالون والحق أيضا لجميع شعوب العالم وعليه فإنها تدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في جميع بقاع العالم ولكنها تمتنع وامتناعا تاما عن جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى لكن الشعوب إذا هي أرادت والدول والأنظمة إذا أرادت أن تنظم إلى إيران وتقاتل هذا الكيان الصهيوني فهلو مرحبا في جانو ذباب ألكترونية للإستخبارات الإسرائيلية أحبا يتحدثنا في اللقاء في الحلقة السابقة من برنامج خارج الحدود عن الوحدة 8200 وهذه الوحدة قلت لكم بأنها الآن خاصة يعني بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية هذه الوحدة الآن تشتغل على يعني مدار جذب وكسب الجواسيس وزرع الجواسيس وتقوم ببث الإشاعات والتركيز هذه الأيام تحديدا يعني في معركة طوفان الأقصى وقبلها التركيز على إضعاف محور المقاومة وتشويه صورته هذا شغلها في وسائل التواصل الاجتماعي يعني هذا امتدادا لما ذكرناه سابقا وأنا شفت يعني بعد ما سويت الحلقة شفت فيديو بس من باب حقوق النشر وكذا ممكن أخلي لكم جزء منه شيء بالخلفية الأمر يعتمد بيد الأخ المونتير هناك في قناة العالم نخليه بالخلفية بحيث لا نكون متعارضين مع حقوق النشر بس فيديو باللغة الإنجليزية وعملته بعض الجهات بدقة بالغة وذكرت أسماء أنا أتحفظ عن ذكر أسماء وفق القوانين المرعية هنا لا نستطيع أن نذكر أسماء يعني مذيعين كبار في قنوات فضائية شخصيات سياسية معروفة حتى بعضها يعني بعضهم رؤساء وزراء ورؤساء حكومات محللين سياسيين استراتيجيين هسأ أحكي لك أنا باللغة يعني بالقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية هؤلاء مزروعون من قبل إمبراطورية الشر هذه لتهيج الرأي العام الغربي كل لصالح الكيان الصهيوني بالمقابل هناك نسخ عربية ونسخ باللغة الفارسية بالفارسي ركزوا بشكل أساس منذ سنوات طبعا عندما أنشأوا بعض القنوات الفضائية بالفارسي واستطاعت أن تتحرك داخل الجمهورية الإسلامية بمزاعم وتحت مسميات شتى وحاولوا أيضا أن يحركوا الداخل الإيراني واستهداف الجبهة الأمنية جبهة الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية وشفنا هذا في قضية مهسا أميني وأرميتا الأخيرة هي البنت الصغيرة يعني قضية الحجاب وغير ذلك وركزوا على موضوعات محددة ونشر أشاعات وأكاذيب مثل هذا الموضوع اللي طرحناه في المحور السابق بس في وسائل التواصل الاجتماعي لاحظت هناك تركيز على العربي والإيرانيين أيضا بشكل العام لأن إيران يعتبرونها هي الأصل في قضية محور المقاومة هسا أنا أيضا ما رح أذكر حتى يعني من باب لأنه شفت بعض الحسابات حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا هاي المنصة اللي يسموها إكس قبل هيسموها تويتر لاحظت أنه يعني هناك بعض المنصات تكشف هذا الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وأنها شكلت لجانة ذباب وهاي اللجانة بالتفصيل المميل يعني أنا وجدت موقع يتحدث بالتفصيل بحقيقة جهد استخصائي كبير ومهم بس لأنني لا أثق بحسابات تحمل أسماء وهمية ما أذكر الاسم وراح حتى يعني عندما أنشر بعض الموضوعات يعني لتأكيد كلامي راح أحذف الاسم لأني لا أثق بالأسماء الوهمية ولأني ربما أعتقد أيضا وأريدكم أيضا أن تفكروا بهذه الطريقة لأنه شفت بالهاي اللجانة اللي كتوانية بعضهم واحد يحتي على الثاني هم بالإسرائيل ها بالكيان الصهيوني بس بأسماء مستعارة ويبثون باللغة العربية ويسوون نفسهم سعوديين وبعضهم يسوون نفسهم عراقيين وبعضهم يسوون نفسهم إيرانيين بس لما تحققنا أو تحققوا هؤلاء يعني هذي راح أقول لكم عليهم هذا الحساب المستعار شافوا دولي كلهم يبثون من غرفة عمليات داخل الكيان الصهيوني ويريدون يصورون حتى يكسبون ثقتك فيحاول مثلا يحتي على فلان لنسا ما جيب اسم اللي يطلع وكات معي في بعض القنوات الفضائية ويناظروا دائما يطلع بالمناظرات لا يجيو لك بعض الصهيوني في داخل الكيان الصهيوني يحتيون عليه ويحتي عليهم حتى تكون هناك لديهم مصداقية نفس هذا الموقع أيضا حتى الآن ما شفت شيء سيء منه بس لأنه هذا الموقع يكتب باسم مستعار مع أنه موثق وبالمناسبة للتوثيق هذه العلامة الزرقاء تدفع فلوس يوثقو لكيها يعني مو مشكلة وتختار الاسم لتريده فهذا مثلا شفت لا يجي يحقق تحقيق جيد ويكشف وعنده فلاورز يعني متابعين كثار لكن قلت لكم لأنني يعني إذا كثر الفساد هذا حديث إذا كثر الفساد في أمتي فعليكم بسوء الظن الفساد يعني سياسي اجتماعي أي شيء اليوم أنت ما تقدر تثق بي حساب ما معرف نفسه ويقول أنا حساب متخصص وفعلا وعنده قدر هائلة على الاستقصاء وعلى كشف أكاذيب الكيان الصهيوني مثلا يذكر يقول نشر الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي صباح الثلاثاء الماضي بقطع فيديو مرفقا بتغريدة يحتفي فيها بتوغل جيش الاحتلال وضرب مجمعات عسكرية وفتحات أنفاق تابعة لحركة حماس يجي هذا الموقع ويقوم بتحقيق روعة جميل يكشف أن هذا النصر هو نصر من ورق ويذكر تفاصيل تفاصيل بس أنا قلت لكم أتحفظ عن الاسم من باب أنني أخلي يعني ستوب يعني مكابح أقف لا أستطيع أن أثق وأنتم أيضا لا تثقوا بحساب مهما كان يدافع عن الحشيد يدافع عن الحرس الثوري يدافع عن الجمهورية الإسلامية يدافع عن حزب الله يدافع عن المقاومة خذ نحن بالفعل نمشي بقاعدة الإمام علي عليه السلام أعرف الحق تعرف أهل أخذ الحق لكن لا تأخذ كل ما يأتي إليك بدون تفكير لا لازم تفكر فيقول هذا يجي يقول درسنا وشفنا لاحظت علامات مميزة في أثناء مسير الجنود وبعدين بالنتيجة يعني تفاصيل حلوة ما رضا أضيعكم فيها فبحثنا عن هذين المعلمين شاف معلمين مميزين وبحثتوا في خرائط جوجل وجدناهما في أحد أحياء شمال شرق بيت حانون ظهر في الفيديو أيضا ما يشبه البيوت البلاستيكية استطعنا كذلك تحديد موقعها على خرائط جوجل وتبين أنها تبعد عن مسير الجنود الذي حددناه موقعه بخمسمائة متر وغيرها من التفاصيل على كل الوفق للتحليل صور الأقمار الصناعي يشوفوا تحقيق استقصائي فثبت أن هذا في غاية أدرعي يكذب حتى من نتحدث عن تحرير جندية إسرائيلية عند الأسيرة بين قوسيا إسرائيلية وصوروها وهذه وطلعوها مسلحة أولا نشر صور وحدة مدنية أول مرة مع أهلها وبعدين نشر صورتها وهي عسكرية تحمل سلاحا هذا يثبت لك القول الذي يعني أخواننا في حركة المقاومة نقولون نحن ما عدنا أسير مدني لأن المستوطنين كلهم مسلحون سواء كانوا مضمين بشكل رسمي مثل هاي اللي يقولون عنها أسيرة للجيش الإسرائيلي أو الاحتياط أو المستوطنين المستوطنون كلهم محاربون الذين جاءوا من الخارج وكلهم مسلحون وعدهم تدريب حتى العجائز كلهم كلهم بلا استثناء لكن مع ذلك تم التعامل معهم بإنسانية وثبت أن هذه الجندية اللي يقولون أسيرة يعني من ضمن الأسرة في سبعة أكتوبر ثبت لا أنها كانت من ضمن الفرقة التي توغلت في برا في غزة وأسرت كما يقولون أسرت وحرروها لكن يعني هي ناشرة هي ناشرة بعد العملية بعد عملية سبعة أكتوبر بأيام أتصور يوم 12 أكتوبر ناشرة تغريدة يعني هي موجودة يعني هي مو من الذين أوسيروا في سبعة أكتوبر لا يعني ضيعت الطريق كما يقول هذا الموقع قال إنها ضيعت الطريق وبعد يلقوها لا يمسريها ولا هم يعزنون لا أكو أسرة وأكو تفاصيل مرعبة ستأتيكم قريبا على أي حال أقول أحبائي هاي اللجان يعني هاي ليه اللجان الذجان الذباب الأسماء كثيرة أنا من هنا أدعو كل الأخوة والأخوات أبنائنا وبناتنا انتبهوا أولا لا تسوي يعني لا تتابع أي حساب من هذه الحسابات اقرأيه بس لا تتابع لا تحط لايك هذا يعزز من قيمتها هاي الحسابات حتى لو كانت تنشر أشياء أنت تشوفها حقيقية بس ما دامت تحمل أسماء مستعارة بعدين خليتك ستكسب ثقتك وانت تأيدها وانصير عدهم فلاورس كثير كثيرون بعدين يمررونك بالأثناء سمومهم لا انت خذوا الحكمة من أي وعاء كان الحكمة ظلت المؤمن أنه وجدها أخذها المؤمن كيس فطن وانتبهوا موضوع اللجان هذه يجب أن نتحدث عنها باستمرار وموضوع الوحدة 8200 أيضا يجب أن نتحدث عنها باستمرار وبالمناسبة أقول مرة أخرى وأختم في العربي أيضا بالعربي وبالانجليزي وباللغات الأخرى تشوفون محللين يوميا موجودين في هذه القناة وذلك القناة وهذه القناة وخبير أمني وخبير استراتيجي حقيقيين لهم وجود حقيقي لا تستبعدون أبدا أنهم جزء من هذه اللجان من هذه اللجان انت بس شوف بس شوف شوف سهمة وين يوجهه حط عليه إكس ابقوا بعد الغربي عوراء إذا مو عمياء حقيقة يعني القضية الفلسطينية وطوفان الأقصى والمجازر الكبيرة التي ارتكبت من قبل الكيان الصهيوني بدعم مباشر بدعم تأييد ودعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما الأنظمة طبعا أقصد ودول أخرى متواطئة عربية وغير عربية مع أن هناك دول في أمريكا اللاتينية اتخذت مواقف دول أنظمة اتخذت مواقف أشرف بكثير من الدول العربية بصراحة طبعا عدا العراق عدا سوريا عدا الجزائر عدا تونس مع يعني هناك بعض المفارقات في بريطانيا احنا باعتبار في بريطانيا خلنا نقل لك في بريطانيا اترك فرنسا فرنسا تعتقل كل متظاهر كل من يريد يتظاهر يتظاهر سلميا يمنعوه اعتقلوه وزارة العدل في فرنسا توعز للحكام للمحاكم وينه الديمقراطية وينه الديمقراطية شنو حرية التعبير فرنسا اللي هي حرية التعبير اولا اخوة تدرون فرض منع الحجاب ومنع العباية و اللي الظاهر سبع سنوات سبع سنوات هنا في فرنسا في بريطانيا اللي يتظاهر ويتهموه يسووه لفد ملف بانه يدعم حركة حماس 14 سنة سجن لان حركة حماس محظورة هس هنا المتظاهرين اذكياء والمتظاهرين ترى مو كلهم مسلمين مو كلهم من جذور اسلامية ومن اصول اسلامية بل بريطانيين شقر وصفر وبيض ويهود وجاي هذا يتزايد اخر مظاهرات يمكن مليون مليون في لندن العاصمة هذا الامر يرعبوهم يرعبوهم وبدأ يأثر على رأي الكثير من صناع القرار لكن لم يؤثر على السياسة حتى الان مع كل الاسف لكن كلما يزداد الضغط يفتضحون اكثر وسيضطرون لان اسرائيل احبائي اسرائيل تنفذو مشروعا غربيا شوكت ما حتى قالها رئيس الوزراء الاسبق او السابق ايهود اولمارت قال الان هم ينصحوننا الامريكان الامريكان بعدين سيأمروننا من توصل الحدهة ومن تنكشف كل الاوراق اكثر فاكثر وهذا ما يعمل عليه محور المقاومة ليش محور المقاومة خراطه تدريجي والذبع بقطنة مو حتى يزداد عدد الشهداء بل هذا الغرب جاي يفضح نفسه بنفسه ريشي سوناك رئيس وزراء عندما ذغب الى الكيانو الصيوني اصلا نتانياهو ما اقول انتو عليكم تفسرون تشوفون الصورة وتشوفون اللقاء ريشي سوناك يضطرد نائبا برلمانيا هو ممثل عنهم في الحزب المحافظين من منصبه كمساعد في البرلمان بسبب مطالبته بس طالب بس طالب عبر عن رأيه يا برأيه غالا ما يخالف ما يتفقوا اياكم بوقف اطلاق النار في غزة هاي الديمقراطية الغربية ورسميا يعلنون ما يعني ما يستحون اعلنت الحكومة البريطانية قالت النائب بولو بريستو من منصبه كسكرتير برلماني لوزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا بسبب دعوته لوقف اطلاق النار فورا في غزة حيث اكدت الحكومة ان رسالة النائب بولو بريستو التي ارسلها لرئيس الوزراء لوقف اطلاق النار في غزة لا تتوافق مع مبادئ المسئولية الجماعية وموقف الحكومة تجاه الاحداث في غزة مو لا تتوافق مع حرية التعبير مو لا تتوافق مع الانسان وحقه في الحياة وشفت وزير الخارجية الامريكي روبرت بلينكين عندما ذهب الى جلسة استماع في الكونغرس شفت وش سووا شرفاء الامريكان اللي رفعوا ايديهم ملطخة بالدماء واللي قال لولا شنو اهالي غزة بشار لو مو بشار لو فعلا كما يقول وزير الحرب في الكيان الصهيوني اللي رحت انت تقدم الدعم له بصفتك يهودي كما قلت وين هالديمقراطية وين يعني الديمقراطية بس يتزوها اللي ديمقراطية وبالطريقة اللي هما يريدوها بالطريقة اللي هما يريدوها شفتوا في فاريس على سبيل المثال الهجوم على النقاب النقاب والهجوم على الحجاب بشكل عام هذا يعني ان هناك هناك تصدير خاص لما يسمونه بالديمقراطية الى بلدان وانهم يكذبون حتى على انفسهم عندما يتحدثون عن الديمقراطية وبعدين يجوون تذكرون بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر واحنا ادناها والجميع يدينها حتى وان كانت مفتعلة من قبلهم بغض النظر عن الجهة التي قامت بها وهي معروفة المنفذين لا نعشى على المخططين يقولون كتبة الصحف الامريكية والغربية لماذا يكرهوننا لماذا يكرهونكم لانكم تعتبرون الاخرين حيوانات بشرية كما قال وزير دفاع الكيان الصهيوني حيوانات بشرية حيوانات بشرية يبرر ذبحها وقتله وهذا المحاولة الربط باي شكل وفي الأشكال بين المقاومة بغض النظر عن الأسماء حباة احنا ما ندعم حركة وحزب محين ما لنا علاقة بالحركات والأعزاب وعندنا مواقف حتى في أنا بشكل شخصي والكثيرين عدنا مواقف من هاي الحركة ومن تلك الحركة لكن ندعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة في الحياة يريدون يربطون حركة المقاومة بالقاعدة ويربطوها بحماس عفوا بالتنظيم الإرهابي داعش حتى يستعيدون يجاوبون على هذا السؤال لماذا يكرهوننا هذا الارتباك الذي يوما بعد آخر ينكشف وهذه العين العوراء لهذه الديمقراطية العوراء التي يوما بعد آخر تنكشف تجعل من المؤكد القول أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص هم يريدون القضاء علينا إذا ما قدروا بطلق مختلفة خشفت وست في قضية الكورونا ونشر الشذود وأمة الفاحشة شوفوا التركيز وبالإضافة إلى الحروب اللي شنوها هم قضاء عددي وهم قضاء على بنيتنا الحقيقية في الحياة في البقاء وعلى اقتصادنا وتحت الشعارات الديمقراطية جورج بوش غزى العراق عام 2003 قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه بمجرد الإطاحة بصدام حسين فسيصبح العراق منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط من 2003 تعال قل لي هل يعيش العراق ديمقراطية هل العراق منارة ديمقراطية ليش باقي القوات الأمريكية لماذا قامت القوات الأمريكية بقتل قادة النصر ليش من اللي أدخل التنظيم الأرهابي كما يقولونهم بس من فمك أدينك من اللي أرسل المفخخات والانتحاريين والانغماسيين والدعوات والمنابر وخلفائكم وترامب بيقول قال لولا ليش ما تحاسب محمد بن سلمان لقتله جمال خاشقشي قال ستكون السعودية ستكون إسرائيل في ورطة إذا فعلنا ذلك لأن المملكة العربية السعودية مهمة جدا في حفظ أمن إسرائيل هذا الكيام الصهيوني اللقيط جدا وينهم وينهم هذول اللي كان يقولون أن نتغذى مع رسول الله وينهم وين هذا اللي يقول والله أرى بعيني الملائكة تقاتل في سوريا لأن سوريا ترفض التطبيع لأن سوريا الرئة التي تتغذى منها المقاومة في لبنان ولأن سوريا بقاء سوريا هذا النظام وهذه الدولة يعني حفظ الخط الأمام في جبهة المقاومة أمام الكيان الصيوني هذا لا يكون يدمر بالديمقراطية الغربية العوراء ديمقراطية الغرب كان يكون يدمر هذا الكيان وكون يدمر الجيش العراقي ودخلوا داعش وبعدين يجى الحجد الشعبي وجى الجيش العراقي وجى القوات العراقية وجى والإيرانيين ساعدوا وطلعت داعش وهم امرادون هم بعد شافوا نفسهم فشلوا قالوا أول مرة قالوا لن نتدخل لن نتدخل هذه مسألة داخلية هذا تهميش للسنة قالها أوباما بس من شافه وإيران إجت وفقالوا خلي على أقل يكون عدنا إسم شوية هم اللي جابوهم وهم اللي بعدين على أساس بس هم شالوهم شالوا قادتهم ودوهم إلى ليبيا وإلى أفغانستان ونقلهم إلى أماكن أخرى الآن موجودة هنا وهناك هذا التنظيم الإرهابي وهذه الأمريكية وهذه ديمقراطيتها العوجاء والعرجاء والعوراء ويجي هس رئيس الوزراء يطلب من الشرطة البريطانية يحذرهم ووزيرة الداخلية تفعل كذلك أنه دير باركم من هذه المظاهرات لأن هذه المظاهرات ووزيرة الداخلية تحكي على تقول مظاهرات هذه تنطوي على سويلا برافمان تهاجم التظاهرات المؤيدة لفلسطين باعتبارها مسيرات كراهية مسيرات كراهية ليش يا أبا؟ ليش مسيرات كراهية؟ جاي يقول أوقفوا الحرب على غزة هذا شي يقولون لا تقول هناك طريقة واحدة فقط لوصف تلك المسيرات إنها مسيرات كراهية وزيرة الداخلية وهذا نقلا عن صحيفة صعف البريطانية الصادرة هنا وراحوا سووا اجتماع اجتماع كوبرا هذا لجنة الطوارئ المهم اختصار لسلسلة من الغرف في مقر رئاسة الوزراء اسمها كوبرا المصطلح هو اختصار لجنة الطوارئ المدنية فاجتماعوا يشوفوا المستوى التهديد الذي يمكن أن ينشئ من استمرار هذه المظاهرات وهي سلمية يريدون قال يا داود تريد وأريد داود نبي في الحديث القدسي يا داود تريد وأريد ويكون ما أريد فإن أسلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد يما أريد يما أريد شكرا